طيب قدامكم يمكن الكابتن محمود الخطيب بيوقع على التي شيرت الخاص بالنادي الاهلي وده زي ما قلتلكم بقى الهدايا التذكارية والأمور اللي الاتحاد الدولي بيحب يقتنيها من الأندية اللي دايما موجودة في أحداث ومناسبات كاس العالم للأندية والكابتن محمود الخطيب هو زي ما انتم شايفين لقطات خاصة وحصرية وعلى الهواء مباشرة من المغرب وتوقيع رئيس النادي الاهلي بيبو كابتن محمود الخطيب على تي شيرت النادي الاهلي عشان بالتأكيد هيكون أجمل إهداء في مدحف الاتحاد الدولي يمكن كمان عدد من الجماهير هيبتدت تتوافد وتتواجد في مقر النادي وفيه كمان يمكن إهداء لعدد من الجماهير يعني إن شاء الله بإذن الله يكون فيه مسامدة من الجماهير النهاردة وأنا متفائل إن شاء الله أن الملعب زي ما تقلنا من حوالي أسبوع عدد التذاكر نفذت بالكامل وتم بيعها بالكامل وده إن دال على شيء بيدل إن فيه اهتمام من الجماهير المغربية لإنجاح حفل الافتتاح حضور الجماهير بكسافة في لقاء الافتتاح أكيد بيدي انطباع إن المغرب حاضرة وبقوة لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير لأن النهاردة هيكون في حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفنتينو والجنوب إفريقي باترس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وبوجود أيضاً كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهل وسيد فوزي لكجة رئيس الجامعة الملكية المغربية ترجمة نانسي قنقر